نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات ونبدأ ساعتنا الأولى من الحر الليلة من التطورات الميدانية في قطاع غزة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلى عشرة من جنوده في حي الشجاعية ليرتفع عدد قتل الجيش إلى 115 جنديا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة ووضح الجيش في بياننا أنه لفذ هجمات ضد 250 هدفا لحركة حماس خلال الساعات الـ 24 الماضية معلنا للقضاء على خلية للحركة كانت في طريقها لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل وعرنت وزالة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 18600 منذ بداية الحرب نتساءل هنا كيف تسير العمليات العسكرية في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وعلى ما يدل تزايد وقوع الجنود الإسرائيليين بين قتل وجريح هل تستطيع إسرائيل تحقيق تقدم من خلال تكثيف عمليات القصف؟ يوم جديد من القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة مع التركيز على مدينة خان يونس التي أضحت موقعا لأهم العملية العسكرية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أنه هاجم 250 هدفا في المدينة خلال الساعات الـ 24 الماضية متحدثا عن القضاء على خلية تابعة لحركة حماس في طريقها لإطلاق سواريخ نحو إسرائيل ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فإن قواته رصدت خلية لمن وصفتهم بالمخربين في منطقة الشجاعية كانت في طريقها لإطلاق قذائف ساروخية نحو إسرائيل حيث قامت طائرة لسلاح الجو باستهداف وتصفية الخلية وأضاف أن القوة البرية والجوية والبحرية الإسرائيلية تواصل مهاجمة سلسلة أهداف وبنا تحتية لحركة حماس في قطاع غزة وأفد مرسل الحر بأن القصف الإسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة خان يونس ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح موازاة مع عمليته العسكرية طالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة بإخلاء أماكنهم بشكل عاجل ونشر تعليمات للتنقل في خان يونس ودع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان شمال القطاع إلى إخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل والتوجه من خلال طريق صلاح الدين نحو المآوي المعروفة في منطقة دير البلح وحذر من أن القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة الشمالي وشرقي مدينة خان يونس ووفقا للمتحدث العسكري فإن الجيش الإسرائيلي سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس على أن يتم تعليق مؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في مخيم الشابورة شرق رفح وخلال العمليات المتواصلة ومنذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة لقي 115 جنديا إسرائيليا مسرعهم وفقا للجيش الإسرائيلي في إعقاب مقتل عشرة جنود في منطقة الشجاعية للحديث عن آخر تطورات الميذانية في القطاع انضم إلينا من واشنطن الخبير العسكري وكبير الباحثين في مؤسسة نيو أمريكا دوغلس أوليفانت مرحبا بك سيد أوليفانت بالنظر إلى سير العمليات العسكرية في قطاع غزة اليوم الإعلان عن عشرة جنود تزايد في عدد الجنود الذين سقطوا من الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع تحديدا كيف يقرأ هذا عسكريا؟ أولا سعيد برؤيتك ورؤية المشاهدين رغم هذه الخسائر والألم للعائلات إلا أن هذه عبارة عن ضوضاء في الخلفية خلفية الحملة العسكرية هناك آلاف الجنود الإسرائيليين المنخرطون في الحرب في غزة وعشر جنود هذا هو التكلفة اليومية للقيام بالعمل هذا ما رأيناه في خسائر العراق خلال حملة الموصل وما فقدته أمريكا خلال زيادة عديد القوات في بغداد 2007 أن نخسر عشرة أو إثنى عشرة جنديا هذا ما يحدث عندما يتم نشر الجنود على الغرض لكن أن يخسر عشرة أو إثنى عشر إضافة إلى الجرحة وصحف إسرائيلية تتحدث عن إعاقات دائمة إصابات بحوالي ألفين أو أكثر من الجنود الإسرائيليين والمنطقة جغرافيا صغيرة وإسرائيل تقول نحن لدينا القوى الأفضل في شرق الأوسط إن لم يكن في العالم من بين الأفضل في العالم وكانت تقول أنهينا الضروري في الشمال ونحن الآن بدأنا فعلا في الجنوب ثم تأتي هذه الخسائر في الشمال ما الذي يعنيه ذلك؟ فقدان سيطرة أو عدم اكتمال السيطرة الإسرائيلية؟ أنت تقرأ أكثر مما ينبعي في كل هذا أولا ما تقوله ببساطة غير صحيح الجيش الإسرائيلي ليس الأفضل في المنطقة ناهيك عن العالم أنا اقتبست من أندرو الذي كتب في الأطلانتك الإسرائيليون لديهم سلاح جو عظيم وقوات خاصة ولكن المشاة هم جنود عاديين والموجودين في الخدمة الآن تقريبا مثل قوة شرطية لا ليس لديهم ميزة نوعية على الأرض عندما نتحدث عن استخدام المشاة سلاح الجو نعم ولكن المشاة لا هذا لا يعني أي شيء سيء عن الإسرائيليين ولكن هؤلاء احتياط غير مدربين وهم ليسوا خبراء فيما يفعلونه على الأرض هذا ما يجب أن نتوقعه وأن تخسر عشر جنود في كمين هذا يحدث لا يمكن أن تفطر دعني أركب معك الصورة سيد سيد أوليفان بناء على ما تفضلت به للتو حتى نصل إلى فهم أشمل دعني أركب معك الصورة بناء مما انطلقت منه للتو سيد أوليفان سلاح جو عظيم قوات برية أقرب إلى أن تكون قوات شرطية قوة استخبارية لو كانت أخذت الاحتياط لما وقع السابع من أكتوبر أصلا وفي وسط الظروف الحالية وحركة النزوح تبدو الأمور صعبة وفق التحليل المبدئي لدى أكثر من خبير بناء على ذلك ما الحاجة الملحة إذن إلى هذا الغزو البري بقوات يعني وصفتها بما وصفتها به لأن هذه هي مشات المشاة الوحيدين الموجودين لديهم تستطيع أن ترسل كلاب في الأنفاق أو روبوتات ولكن إذا أردت إخراج الرهائل من الأنفاق يجب أن ترسل بشر أو ناس لإخراجهم عليك أن تعمل مع ما يتوفر لك وبكل بساطة هذه هي تكلفة العمليات البرية إذا وضعت جنود على الأرض من الطرفين سيكون هناك موت قبل أن ندخل في نقطة الأنفاق ابقى معي سيد دوغلس أوليفانت الخبير العسكري وكبر الباحثين في مؤسسة نيو أمريكا سنعود لإسكمال هذا النقاش أو النقاش في مسألة الأنفاق بعد قليل أريد فقط قبل ذلك أن أناقش معك مسألة الحاجة الآن الماسة إلى إعادة التموضع وهذا الحديث يجري حتى في الأوساط الإسرائيلية على نطاق مواسع لدرجة طرح السؤال إلى متى سيبقى الجنود الإسرائيليون في القطاع إلى أي درجة هم قادرون على بسط السيطرة في بيئة مدمرة بنيتها التحتية ومبانيها مدمرة بشكل شبه كامل هذا السؤال العظيم كيف يمكن أن يسيطروا في مكان مكون من الحطار بصورة أساسية لا مثير الاهتمام أن نرى ما ستفعله إسرائيل إسرائيل لديها الكثير من الحيرات التكتيكية والاستراتيجية وهي تحاول الاندفاع في غزة لتحقيق أهدافك يجب أن تضع قوات مشاء على الأرض ومشاتهم ليسوا بنفس الجودة مثل القوات الخاصة أو سلاح الجو إذن هناك قرارات صعبة عليهم أن يتخذوها لا توجد إجابات سهلة بالنسبة لكيف يمكن لإسرائيل أن تحقق ما تريد تحقيقه بالقوات المتوفرة لديها وذلك لتحقيق هذه الأهداف بناء على الفعل العسكري حتى الآن يعني شهرين منذ شهرين بدأت هذه العملية العسكرية هل يبدو لك بأن لدى الجيش الإسرائيلي خطة واضحة للتعامل مع مسألة الأنفاق للتعامل مع القوى العسكرية لدى حماس لتحجيمها ليس الأمر واضحا الإسرائيليون وبكل حكمة لا يعرفون عن ما يريدون عمله لا نعرف بالضبط ما يفعلونه ولا ما هي خطته ولا نعرف إلى أي حد تمكنوا من تأمين غزة بالمشاء هذا ليس انتقاد ولكن الإسرائيليون منضبطون فيما يتعلق بما يقولونه وأمن عملياتهم إذن من الصعب الآن أن نقيم الخطة الإسرائيلية أولا نحن لا نعرف ما هي هذه الخطة ثانيا لا نعرف إلى أي مدى تمكنوا من تحقيق أجزاء منها هناك تكثيف لعمليات القصف في مناطق مختلفة من القطاع في الجنوب الآن بشكل أساسي ولكن في مناطق مختلفة من القطاع إلى أي درجة بإمكان هذا العنصر أن يكون عاملا تمييزيا أو تفضيليا لصالح الجيش الإسرائيلي لأنه إذا تذكرنا حجم القوى النارية التي استخدمت في القصف في الأيام الأولى للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع رغم ذلك لم يحر الرهائن وظلت الصواريخ تنطلق من قطاع غزة في اتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية فما الذي قد يحدثه ذلك الآن مع جنوب في القطاع مكتظ فيه كل القطاع كل سكان هذا القطاع سؤال عظيم سمعنا عن هذا الهجوم المحدد الذي دمر صاروخ لحماس كان على وشك الانطلاق القوى الجوية تستطيع عمل ذلك بشكل جيد يمكن العثور على مواقع صواريخ وتدميرها هذه يجب أن تكون فوق الأرض أو على الأقل أن يفتح الخندق حتى تنطلق الصواريخ وبالتالي تكون مكشوفة أمام الهجمات الجوية الأنفاق ليست مكشوفة للهجمات الجوية وعلى إسرائيل أن تجد تكتيكات مختلفة إذا كانت جادة بشأن تطهير الأنفاق وإلحاق الضرر بحماس وأيضا القيام بأي عملية إنقاذ للرهائن سيد دوغلس أوليفانت ابقى معي سأعود لإستكمال هذا النقاش معك آخر مع احتدام المعارك البرية بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حركة حماس المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية وتعثر الجيش الإسرائيلي في السيطرة الكاملة على مناطق هامة في القطاع لا سيما مناطق الشمال نقلت صحيفة وورد سريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل ضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حماس في غزة فما دوافع التحرك الإسرائيلي الجديد ضد حماس في غزة وما طبيعة شبكة الأنفاق التي تحول حتى اللحظة دون سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق بعينها في القطاع وما أبرز ردود الفعل لمعرفة حجم الأنفاق التي بنتها حماس في قطاع غزة قدر معهد الحرب الحديثة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت أن شبكة الأنفاق الكبيرة والمتوسطة التي تمتلكها حماس تضم نحو 1300 نفق يبلغ مجموع طولها حوالي 500 كيلومتر ويبلغ ارتفاع بعضها نحو 70 مترا الأمر الذي يعد مشكلة ومعضلة عسكرية حتى النحظة للجيش الإسرائيلي الذي يحاول السيطرة على القطاع منذ اكتشاف إسرائيل لهذه الأنفاق إبان سيطرات حركة حماس على غزة عام 2007 أكدت مؤسسة أوراندا البحثية الأمريكية أن إسرائيل استخدمت في السابق وسائل عديدة لإغلاق الأنفاق من بينها قنابل دقيقة التوجيه وقنابل الغاز المسير للدموع طائرات مسيرة وكلاب مدربة لكنها لم تحقق نجاحا كبيرا كما كانت تعتزم استخدام مواد كيميائية بيد أن اقتراحها هذا جوبها أنئذ بمعارضة دولية بسبب أن تلك المواد باتت غير قانونية ولا تزال الأنفاق المعضلة الأكبر أمام الجيش الإسرائيلي من أجل تحرير ما تبقى من رهائن إسرائيليين بيد حركة حماس حيث تشير أنباء مختلفة إلى إخفاء حماس للرهائن الإسرائيليين داخل شبكة أنفاقها حسب ما يقول خبراء وضباط سابقون في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية صحيفة وولد سريت جورنال أكدت نقلا عن مصدر بالبنتاجون أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى فوهات الأنفاق التي نجح الجيش الإسرائيلي في اكتشافها بالمناطق الغربية لقطاع غزة تحديدا بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين وذلك عبر ضخ آلاف الأمتال المكعبة من المياه في الساعة عبر خمس مضخات كبيرة قادرة على إغراق الأنفاق في غضون أسابيع أما عن المخاوف لا سيما الأمريكية تقول صحيفة وولد سريت جورنال إن الآراء في إدارة الرئيس الأمريكي متباينة حيث أعلم المسؤولون عن قلقهم بشأن الخطوة الإسرائيلية تشمل مخاوفهم الأضرار التي قد تلحق بطبقة المياه الجوفية والتربة في قطاع غزة إذا تسربت مياه البحر والمواد الخطرة الموجودة في الأنفاق إليها فضلا عن تأثيرها المحتمل على أساسات المباني السكنية في قطاع غزة نعود إلى ضيفنا من واشنطن الخبير العسكري وكبير الباحثين في مؤسسة نيو أمريكا دوغلس أوليفانت سيد أوليفانت هل تبدو فكرة إغراق الأنفاق منطقية من منظور عسكري؟ المقولة العسكرية هناك نوعان من الخطط خطط لن تنجح وهناك خطط ربما تنجح وسأصف هذا كخطة يمكن أن تنجح يمكن تصور طرق عديدة من خلالها يمكن أن يكون هناك خطأ ربما تسرب في هذه الأنفاق والمياه تذهب إلى مكان آخر أو النفاق كبير جدا لا يستوعب كل هذه المياه ولكن على السطح يبدو أن هناك شيء يمكن أن ينجح كيف؟ استخدام جزئي أو الأنفاق الموالية فقط لمنطقة البحر؟ أم ماذا؟ أعتقد أن من السهل التصور لو أنت في نفق وفجأة المياه جاءت رأينا هذا في بعض الأفلام نفق تحت الأرض تمتلئ بالمياه لن يستخدم بعد ذلك لا يوجد هواء الهواء يجب أن يكون في النفق كي يعيش الناس وإذا امتلأ بالماء لا يوجد هواء المسألة بسيطة وكمفهوم تنفيذ هذا قد يكون أكثر صعوبة ولكن كمفهوم سهل إملأ النفق بالماء الناس لا تتنفس هل لدى إسرائيل القدرة على التأكد من أن أي نفق ستغرقه لن يكون فيه رهائن على سبيل المثال؟ بالطبع لا لا يمكن أن يكون لديها هذه المعلومات الاستخباراتية أو أنه لن يكون هناك رهائن نأمل أن يكون لديهم معلومات مفيدة لمعرفة أن معظم الرهائن ليسوا هناك ولكن فكرة أن لا يكون هناك رهين أو اثنين مجروحين عند إغراق النفق لا يمكن أن تعرف هذا وإمكانية إغراق بالصدفة أحد الرهائن هذه الإمكانية واقعية إن لم يكن كل الرهائن هل يوضع هذا من بين احتمالات المخاطر في إغراق الأنفق؟ يعني وكأن العملية الآن فيها وبالمناسبة صدرت أيضا تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قال لن تنتهي الحرب إلا بالنصر وإبادة حماس كأن هناك عملية حساب هل توازن السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في سياسة الحرب هذه بين الرهائن واستخلاصهم من جهة والقضاء على حماس من جهة ثانية أعتقد من الواضح أن هذا جزء مما يجري هنا العقبة أمام قيام إسرائيل بعمل ما يقوله نتنياهو هي التخلص الكلي من حماس حماس في مئات الأميال من الأنفاق هذه وإسرائيل تضع المشاة في الأنفاق من أجل التخلص من حماس جزء كبير من ميزتها العسكرية تنتقل وحماس هي التي سيكون لها الميزة لأنها تعرف الأنفاق أفضل عاشت إذاك لفترة طويلة والإسرائيليون لا يعرفون ذلك ووضع مشاة إسرائيليين في الأنفاق لتخلص من حماس سيكلف الكثير من الضحايا الإسرائيليين هم يريدون إغراقها ويروا هل يمكن أن يخرجوا إليهم أم لا سنرى هل هذا سينجح أم لا هذه ليست خطة غبية ولكنها ليست موثوقة مئة في المئة ماذا عن الجانب المتعلق بالخطر الخطر ودعنا قبل حتى لا نتحدث بالجانب البيئي وإنما الخطر حتى على القوات العاملة في داخل القطاع من استمرار عملية الإغراق لما سيؤديه ذلك من الهيارات في التربة والمباني وهذه القوات الراجلة تتحرك بمعدات شديدة الثقل هناك الكثير من الأخطار والسريت جورنال تحدث عن هذا وربما أشاروا في آخر القصة إلى أنه قبل فترة مصر حاولت إغراق بعض أنفاق التهريب في المنطقة والمزارعون في المنطقة شكوا أن مياه البحر أغرق الأنفاق وأثر على محاصيلهم هناك الكثير من الاحتمالات تدمير البنية التحتية التسبب في انهيار المباني هناك أفكار كثيرة بشأن ما يمكن أن يحدث فكر في هذا كمياه تجري تحت بيتك مثلا هل برأيك ستسعى إسرائيل إلى إغراقها كلها؟ أو ما لديها من الأنفاق التي تعرف على الأقل إسرائيل ستغرقها بالكامل؟ مرة أخرى الإسرائيليون لا يقولون لنا ما هي خطتهم الكاملة وهذا حصيف من جانب طرف لا يريد للعدو أن يعرف نحن لا ننتقد الإسرائيليين ولكن نعمل بدون الكثير من المعلومات لا نعرف هل هذا الشيء خطط له الإسرائيليون في حالات صغيرة محددة أم خططوا لإغراق معظم الأنفاق على أمل إغراقها كلها؟ لا نعرف 500 كيلومتر تحت غزة تحت القطاع كله إن أغرقت كيف سيعيش أهل غزة بعد ذلك؟ أنا لست سبير بي لا أتحدث من جانب بيئي وإنما جزء من عملية الحساب العسكري التي تقام في العمليات العسكرية كما تعلم سيد أوليفاند هو حساب الأضرار أيضا الجانبية التي قد تقع على من ليسوا طرفا في هذه الحرب نفترض أن المدنيين غير موجودين في الأنفاق ولن يتسبب لهم ضرر مباشر ربما يكون هناك أضرار ثانوية ربما الأنفاق هذه أو الفيضان يؤثر على المباني لا أعرف إلى أي درجة يمكن لمسألة الأنفاق هذه أن تأخذ المزيد من الوقت إذا كانت إسرائيل قد بدأت بالفعل في ضخ المياه مياه البحر في بعض الأنفاق والعدد الذي يتداول الآن ولسنا متأكدين منها قليل جدا يعني عدد الموالي فقط لمخيم الشاطئ للاجئين وسيستغرق أسابيع فكيف لو اهتدت إسرائيل إلى كل شبكة الأنفاق التي تزيد على 500 كم وفق التقديرات ما الذي سيتطلبه الأمر يعني هل بعملية حساب للوقت هناك إمكانية لفعل ذلك لا أعرف أنا لست مهندس مياه ولكن علي أن أتصور أننا نتحدث عن الكثير من ضخ المياه خلال فترة طويلة لا أعتقد أن هذا سيحدث قريبا ولكن ربما المهندسين الإسرائيليين سيفاجئونني كخبير عسكري هل يعطينا هذا مؤشرا على أن العمليات العسكرية التي يتوقع البعض أن تنتهي في أفق قريب لا يبدو بأنها ستنتهي في أفق قريب لو ناجح فيمكن أن يقلل هذا من وقت النزاع أنا متأكد أن الإسرائيليين يأملون تحقيق ذلك ولكن علينا أن ننتظر ونرى نحن في مناطق غير مكتشفة لا أحد حاول أن يغرق مئات الكيلومترات من الأنفاق من قبل لا نعرف عن الإجراءات العملية قصيرة الأمد أو طويلة الأمد بعض الآراء حتى في الإعلام وسائل الإعلام الإسرائيلية تذهب إلى التقديرات تقول بأنه من عادة الجيش الإسرائيلي وهنا أعود إليك أعود إلى نقطة الضحايا أو عفوا القتلى في الجيش الإسرائيلي من الجنود هل إذا أردنا تقييم السياسة المعتادة من الجيش الإسرائيلي في الإعلان عن القتلى والجرحة هل نحن الآن نعرف جزءا مما حدث والواقع أن هناك جزءا آخر ربما سيتكشف مع مرور الأيام سأفاجأ لو الإسرائيليين كانوا صريحين بشأن الضحايا نعرف أن هذا صحيح بالنسبة لكل العالم الأوكرانيون أيضا لا يصرحون عن أرقام الضحايا وسأصدم لو الإسرائيليين كانوا يقولوا لنا كل مرة قتل لهم فيها جندي لا أتوقع ذلك دوغلس أوليفانت الخبير العسكري وكبير الباحثين في مؤسسة نيو أمريكا شكرا جزيلا لك وللحديث عن تداعيات عمليات أو عمليات الإغراق على البيئة ينضم إلينا من ميرلند الأستاذ في معهد جامعة جورج واشنطن لإدارة الأزمات والكوارث والمخاطر والخبير في الهندسة المدنية جوزيف باربيرا مرحبا بك سيد باربيرا ما أول خطر يتبادر إلى ذهنك عند الحديث عن إغراق الأنفاق سننظر على هذا من التأثير البيئي واضح أن هذه مضخات عالية والموضوع الخاص بإرغام المياه إلى الأرض ثم أيضا طبيعة المياه مياه البحر كثير من الصور التي رأيناها رأينا إسمنت على جدران الأنفاق والأمر سيتطلب وقتا طويلا ولكن في المناطق القريبة من نقل مياه كبيرة قوة المياه في هذه الأنفاق هذا يجعل المياه تنساب إلى أسفل والمسألة أخذ مادة التربة بعين الاعتبار وهذا قد يسبب انهيار في النفق قد نقوض البنية التحتية في غزة من الصعب أن نتنبأ ثم هناك إمكانية فتح مناطق لتعطيل التربة لا أعرف ما هي المعايير الخاصة بالخرسانة المسلحة في غزة ولكن يمكن أن بعض الأساسات سيتم تقويضها نتيجة لحركة المياه هناك تأثير طويل الأمد بشأن ما يفعله الماء المالح في التربة قبل أن نصل إلى ذلك تأثير طويل الأمد دعنا في هذه التأثيرات المبدئية التي يمكن أن تلاحظ يمكن أن يلاحظها من هم فوق الأرض سواء كانوا جنود أو مدنيين ما الأضرار التي ستلاحظ مبدئيا الأخطار التي قد تنبني على إغراق الأنفاق بمياه البحر أو بأي مياه بشكل العام ولكن بمياه البحر بالدرجة الأولى لو رأينا فيضان على السطح فقوة حركة المياه عالية جدا وأي شيء يتم أو قابل للحركة يتم تحريكه وهذا يشمل الصخور غير المثبتة والتربة المتحركة إذن من الصعب أن نتنبأ بالطريقة وهذا قد يجعل مساحة المياه أكبر من عرض النفق أيضا البناء التحتية مثل الجسور أو أساسات الأبنية يمكن للأساسات أن تنهار وهذا شيء لا يمكن التنبؤ به هذا النوع من التأثير من المنظور الهيكلي يمكن أن يحدث على المدى القصير أو الطويل بعد انتهاء الحرب باقتراب هذه الأنفاق ونحن الآن نتحدث عن أنفاق بدأت عمليات الضخ فيها في مخيم الشاطئ واقترابها كونها جغرافيا قريبا من البحر لأنه كلما ابتعدت يحتاج الأمر من ضخات أكثر ومعدات أكثر من أجل إغراق أنفاق أخرى اقتراب هذه الأنفاق من البحر هل هناك خطر يتعلق بأن يعم فيضان من الداخل أو يحدث انفجار مائي من الداخل رغم الخرسانة المسلحة الموجودة تحت الأرض في هذه الأنفاق أنا أفترض أن هناك أيضا أنظمة كهربائية أو شبكات كهربائية ومولدات وهناك أشياء عديدة في الأنفاق بما في ذلك نفترض ذخائر ووقود وأشياء أخرى هل هناك إمكانية أن يكون هناك انفجار تحت الأرض نعم لو أزلت الأكسجين كما تزيل الهواء فأنت تقلل من الإمكانية ولكن أي شيء يمكن أن يعطل النفق ممكن أن تكون هناك متفجرات أو انفجارات محتملة ثم هناك تأثير طويل الأمد ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يتنبأ به وما سيفعله هذا بغزة إمدادات المياه الجوفية على الأقل من أو هناك عدد من الأبار المستخدمة لمياه الشرب وبالتأكيد هذه ستلوث من قبل مياه البحر وهذا سيزيد من محتوى الملح فيها وعلى أي حال لا تزال مياه البحر تنساب إلى المياه الجوفية أشكرا من أثناءك طبعا مياه الصرف الصحي والمواد الكيموية والذخائر أي من هذه الأشياء يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد أشكرك ضيفنا من ميرلند جوزيف باربيرا الأستاذ في معهد جامعة جورج واشنطن لإدارة الأزمات والكوارث والمخاطر أشكرا